السلام عليكم الدرس الثاني من دروس التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي يتكلم عن ميزنا الله تعالى بالعقل خلق الله تعالى الإنسان وخصه عن سائر المخلوقات بالعقل ربنا تبارك وتعالى ميزنا بإيه؟ بالعقل ولقد كرمنا بني آدم تكريم ربنا سبحانه وتعالى لنا كان بإيه؟ بالعقل العقل ده سبب تكلفنا يعني إيه؟ سبب أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن منهيات بسبب إيه؟ إن إحنا نختار بين الخير وبين الشر بالإيه؟ بالعقل والسبب إن العقل ده هو السبب إن إحنا هنقف بين يدي الله تبارك وتعالى علشان نحاسب بسبب إن إحنا عندنا عقل فبه يدرك ما حوله وبه يتفكر ويتأمل في خلق السماوات والأرض إحنا لما بنعد نتفكر ونتأمل في خلق السماوات والأرض ننظر إلى السماء ربنا رفع السماء بلا عمد ربنا تبارك وتعالى جعل الأرض وجعلها في أفلاك تدور هذه الأرض لا تضيع في الكون كل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار فإحنا لما نعد نتفكر في خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات اللي حولنا نصل إلى أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى لأنه القادر على خلق هذا الكون وبه يتدبر آياته سبحانه وتعالى فيفرق بين الحق والباطل والخير والشر لو أي إنسان سألته وقلت له السرقة دي خير ولا شر هيقول لك ده شر لأنه يميز هذا بالعقل لو قلت له أنت بتصلي وبتحفظ على صلاتك ده أمر كويس ولا أمر وحش هيقول لك أمر كويس فيفرق بإيه بين الحق والباطل بين الخير والشر بسبب إيه بسبب العقل ده ذكر التفكر في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم دلالة على أهميته واحترام الإسلام له أنت مطلوب أن تتفكر وتشغل العقل بتاعك ده في الكون اللي حولك آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلم الله تبارك وتعالى وجه الخطب لمن؟ للناس علشان يتفكروا قال تعالى وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يبقى كل اللي في السماوات وفي الأرض ربنا تبارك وتعالى صخروا للإنسان علشان يصل الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى هذه السماوات وهذه الأرض فيها آيات علشان الإنسان يتفكر يتفكر يعني يفكر بعقله في أن يصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد وربنا تبارك وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى أن نتفكر في كون الله تبارك وتعالى من السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والدواب كل شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى أمرت أن أنت تتفكر لتصل إلى أمر واحد وهو أن تعلم أنه لا واحد إلا الله سبحانه وتعالى استخدام العقل في الدعوة إلى الله تعالى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتبقى دعوة إننا أتلو عليك آيات من القرآن الكريم يعني أقول لك ربنا سبحانه وتعالى ألف القرآن وأتلو عليك الآيات أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأقول لك أحاديث دي اسمها دعوة إلى الله بس ده دعوة بآيات وأحاديث في دعوة بالعقل يعني إيه دعوة بالعقل في ناس دعوة القرآن والسنة والأحاديث والآيات ما هتجيبش معهم نتيجة إنما المجموعة دي استخدام العقل يأتي معهم بنتيجة كان قوم سيدنا إبراهيم هما نفس الوضع ده سيدنا إبراهيم استخدم معهم العقل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام بالعقل والفهم والحكمة منذ صغره فرفض عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ورفض عبادة الكواكب والنجوه ما عبادش لا صنم ولا عبد كوكب ولا عبد ناجم من دون الله وقد كان عليه السلام محاورا ذكيا يناقش قومه بالمنطق والعقل وبالأدلة المادية الملموسة استخدم سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكاءه ليثبت لقومه بالمنطق والدليل بطلان عبادتهم للكواكب ففي إحدى الليالي رأى عليه السلام كوكبا لامعا فقال لقومي هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لهم هل يمكن للرب أن يظهر ثم يغيب سيدنا إبراهيم بيجاريهم علشان يثبت إيه علشان يثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى وبطلان عبادة الكواكب والنجوه فسيدنا إبراهيم تكلم معهم بالأدلة المادية الملموسة أن أنتوا بتعبدوا الكواكب طب لما طلع هذا الكوكب قال لهم إيه هذا ربي هذا ربي مجارة لهم لما أفل يعني فلما غاب الكوكب قال لهم هل يمكن للرب أن يظهر ثم يغيب لا إيه الربي ده بيكون موجود على طول ما بيظهرش ثم يغيب بعد كده سيدنا إبراهيم رأى القمر فقال القومي هذا ربي أيضا مجارة له بعد الكوكب لما شاف القمر قال لهم إيه هذا رب فلما غاب القمر مدة زمنية في الليل وبعد كده القمر بيغيب قال لهم إذا لم يهدين يا ربي إلى الحق فسأكون من الضالين فها هو ذا القمر يغيب أيضا فبعد كده ظهرت الشمس فطلوع النهار قال لهم إيه هذا ربي هذا أكبر يعني ده أكبر من الكوكب وأكبر من القمر ثم غابت الشمس بعد إنقضاء النهار غابت فنظر إلى قومه لأنه أثبت لهم بالأدلة الملموسة المادية إن كل الكواكب والنجوم القمر الشمس ظهرت ثم غابت إزاي يكون ده إله قال إني بريء من عبادة تلك الكواكب والنجوم كلها التي تعبدونها يبقى أثبت لهم إيه بعد مدلهم البراهن وقال لهم هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا أكبر في تلت حاجة اللي هي الشمس وأعبد الله تعالى الذي خلقها وخلق السماوات والإيه والأرض إبقى أثبت لهم بالإيه بالعقل هكذا دع عليه السلام قومه إلى إعادة التفكير فيما يؤمنون به من خلال مناقشتهم بالمنطق بالمنطق بالعقل ودعوتهم إلى التفكر والتأمل والتحليل للتوصل إلى أن الله تعالى هو الخالق لا شريك له سبحانه وتعالى وقد قص الله تعالى علينا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومي في سورة الأنعام الله تبارك وتعالى يقول وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ لما سيدنا إبراهيم جن عليه الليل لدخل الليل رأى كوكب الكوكب ده قال لهم هذا ربي فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين إزاي هيبقى هذا إله يأتي ثم يغيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين لما رأى بعد كده القمر قال لهم إيه بازغا يعني طالع اللهم هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين إن القمر برضو إيه غاب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين معاني الكلمات ملكوت السباوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض المقنين اللهم المصدقين جن عليه الليل أظلم أفل يعني غاب بازغا طالعا حنيفا موحدا بالله سبحانه وتعالى نشاط رقم واحد أكمل الجمع الآتية من قوم إبراهيم عليه السلام من يعبدون الكواكب أراد إبراهيم عليه السلام أن يثبت لهم بطلان عقيدات باستخدام العقل والإيه والمنطق رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام كوكبا فقال هذا ربي ثم أفل ثم رأى القمر ثم غاب ثم ظهرت الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر ثم غابت نشاط رقم اثنين صل بين الكلمة ومعناها ملكوت السماوات والأرض اللي هو ملك السماوات والأرض المقنين المصدقين أفلا غاب حنيفا موحدا بالله سبحانه وتعالى بازغا يعني طالعا نشاط رقم ثلاثة فكروا أجب بماذا من الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام منذ صغره من الله تبارك وتعالى عليه بالعقل والفهم والحكمة كيف استخدم سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكاءه في محاورة قومه اللي هو مجاراتهم لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته